كانت ثالثة جلسات محورة السياسي للحوار الوطني قد انطلقت بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر وتبحث الجلسات موضوعات حرية تداول المعلومات والقضايا الخاصة بمجلسي نوابي والشيوخ وكان مجلس أمناء الحوار الوطني قد قرر إرجاء جلسة قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية التي كانت مقررة اليوم لمناقشة المعوقات أمام العمل الأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والعمل الأهلي لموعد آخر سيتم تحديده لاحقا بنفس المتحدثين فيها وحضرها